فيلم الغموض والجريمة A Hunting in Venice انطباع وتقييم على الفيلم بدون حرك الفيلم مقتبس من الرواية صدرت في عام 1969 لأغاثا كريستي وقصة الفيلم بكل اختصار عن رحلة جديدة يخوضها المحقق هيركل بعالم الجريمة في مدينة فينس والفيلم من بطولة وخراج الممثل كنيث برانا وهذا الفيلم اعتبر جزء الثالث من السلسلة بعد Murder on the Orient Express و Death on the Nile كبداية انا كنت جدا متحمس لهذا الفيلم لكن كان اقل من توقعاتي بشكل عام قصة الفيلم وجواءه كان ممتعين لكن اختلاف اللي صار بين الرواية الاصلية والفيلم اثر على طريقة السرد والاحداث ما اظهروا بنفس الجودة بريتم بطيء للفيلم وخراجيا حسيته كان تسليكي مقارنة بافلامه الاخرى والاداء التمثيلي للطاقم اشوف انه كان ضعيف والكميستري بينهم كان معدوم واخيرا اضافة عنصر الرعب والارواح كان يتطلب مجهود اكبر عشان يوصل الشعور للمشاهد الفيلم ماهو سيء لكنه كان عادي من وجهة نظري واعتبر الجزء الاقل من السلسلة كاملة والفيلم موجود في جميع صلاة السينما تقييم الشخص لهذا الفيلم وستة من عشرة سلام